رأى وأصيب أخرون من جراء اعتداء إرهابي بقذيفتين صاروخيتين على مبنى القصر البلدي في مدينة حلب إلى الآن هي صورة طبيعية لحركة دخول الموظفين والمراجعين إلى مبنى القصر البلدي دقائق قليلة وتسقط قذيفة الحرية لتجرد الصورة من طبيعتها أربعة شهداء مدنيين بينهم امرأة وأكثر من عشرة مصابين منهم من حالته حرجة عمل إجرائي جبان استهدف الأصل البلدي استهدف مركز حكومي بامتياز المواطنين الموظفين المواجعين للأصل البلدي ثلاث صواريخ مجرمة أدت لاستشهاد موظفهم من المحافظة وثلاث مدنيين زمهم أنهم يرجعون لقضايا عملية ووظيفية عشر جرحة جراح البعض خطيرة وإن شاء الله يتمثل الشفاء العجر لكن نقول رغم كل ما يفعلونه ورغم كل ما يؤذون به الإنسانية سنبقى موجودون سننتصر على الأرهاب أول ما دخلنا بلشت قزائي في الهاون أجدت أول قزيفة رقدنا ما بعرف أنا رقدت وشفت دمع كتفي وراحت إيد رفقتي مبنى ككل بين أصل البلد وراجعين وبنجر الجوازات إذن هي الإصابات المباشرة التي حققها المرتزقة بحسب ادعائهم بعد التكبير فمنذ إعلانهم للنفير لم يسلم من إرهابهم لا الصغير ولا الكبير شادي حلوة تلفزيون عربي السوري حلب شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة